حيكم الله معكم أخوكم تام وحيكم في مرة الثانية السلسلة انتباعي واليوم جاء لكم انتباعي لـ Resident Evil 3 Remake هذا انتباعي خيبة أمل صراحة صراحة خيبة أمل هل هي سيئة لا ما قدر أقول لك خياس بس إنما تستاهلس على كاميرا أوكي هل نبدأ بالإيجابيات 1- اللعب الرسمة حلو ممتاز رسمة ممتاز يعني جميل الريميك الرسم حقه مدعوبه التصميم اللفلات كويسة متنما اللفلات فان شكل اللفلات كويس آآ نمس الصوت وهي لاحق مرعب الصوت باللعب حلو بس هذي الإيجابيات الصراحة هذون هالإيجابيات يالله هالحين آآ شويخن نطق صاربعي ونقول السلبيات 1- اللعب ه 4 ساعات ونص 4 ساعات ونص 4 ساعات ونص هذب الكثير ويمره وخره عني تراي مطول خمس ساعات حلو طبعا بعضكم بيقول آآ دي بلاستيش حين ما يقدر تحمل القرف حقه بعضكم طبعا حين بيقول عبد السلام طيب رسم ديف الريميك 2 كانت نفسها كانت ساعتين كانت خلنا نروح هنا لا نروح لم تخزين قديم عشان نوضح نقطتي نبي نروح حلو انا عشان بس اقدر اتكلم اشياء حلو 1- اللعب مدة قليلة ما تستهل طبعا بعضكم بيقول عجل سلام رسم ديف الريميك 2 كانت نفسها كلام 5 ساعات الى 4 ساعات وانا اقولك صح عليك 2 صح عليك ونفسها كلام مع 1 اذا انت تعرف وانت روح وانت يجي ترى تصد بلعب رسم ديف الريميك 2 ريميك 2 ريميك يسمحك تلعب نفس الشخصية بس تغير مثلا ترتيب الوحوش حلو زي مثلا ممكن تشوف اللكر بدا ما يطلع لك من نص اللعبة يطلع لك بالبداية حلو تشوف تصميم بعض الاماكن يتغيرا ففيه اشياء يخليك ترجع تقول اوه هذا شي جديد رح يغير هنا تختمة ما يطلع لك شي يطلع لك الشاب يخليك تشتري انفينت انا مو ولا شي بس هذا ابدا صراحة مو بدافع يخليني ارجع علعب اللعبة مرة ثانية تختيم اولى وخلنا اكلمكم عن السكين اللي تخلت بقلبي السكين اللي جرحتني السكين اللي توجه اللي اقهرتني انا والشي نيميسس نيميسس طبعا بادكم يقول اوه موزي مستر اكسي لاحق ولا يموت ايه المدة 20 دقيقة وهذا برض كثير حلو شفت الديمو الحين وقف الفيديو رح حمل الديمو شفت المنطقة هذي اللي يحق بالنيميسس هذي المنطقة بس وبعده يختفي يبدى يلاحق ويمشي تخبر ذيك اللقطة يوم مستر اكس يوم تنزل من عند الدرج ويبدى يلاحق ثم بعده خلاص هذي يختفي فترة ثم بعدين هو يبدى يمشي وانت لازم تهج عنه فهمت علي يعني يبدى هو يصير يمشي عيب شكل عشوائي وانت لازم تهج عنه ولازم تبني طريقك بحيث انك ما تقابله حلو تخيل بس هذي هذي يوم يبدى يلاحق شيء معين باللعبة صار دعاية وخلاص انتهى خلاص اختفي عن اللعبة ما يبدى يلاحق من عقبة يضلالك بس ذيك اللقطة ويختفي يعني بل كثير بل كثير والله والله ما كذب عليك 15 دقيقة إلى 20 دقيقة بل كثير موجود نمسس ثم بعده يصير كان وحش عادي بس اللهم لازم تهج عنه تمشي وتعود انك تمشي ونمسس يلاحق تعود حلو فخلنا نضحك كشلون يعني اللعبة سيكة ما تستاهل أبدا ما تستاهل وبعد لو تشوف بعضك ما يقول شوف الرصاص وترى هذي ترى تخزين هذا القديم هذي اللعبة شف يعني معنى 51 رصاصة الوحوش هنا الزومبيز هنا يقعدون فترة طويلة مم زي رزن ديفل 1 رزن ديفل 1 ممكن توسع عشرين رصاصة بس انك كشلون ما تستخدم الرصاص تقول اوه خلنا بدبح الزومبي حلو تتعامل مع دريقك على حسب الزومبي وفي عندك نظامة دوج المكانك هذي لخياس اللي سيئة لا تتاعب عمرك بها اذا شفت زومبي حاولك تهجد لا تتاعب نفسك وبعد دوج الدوج متعبة مملة خياس سيئة في مطقين بداية اللعبة تلقاه تلقى حشرات ووش وظيفاتهم يمسكون ويضربوك تجيك حشرات جوه فشخصيتك تبت تنقص دمه ولازم تأكل شيء عشان تخليه تطلع على الحشرات حلو تقول اوه وشون راح يصير هذا نظام قتال به هلا لازم اغبي كذا لا جزء بسيط من اللعبة واختفوا وخلاص ما حد يجيب طاريهم الصراحة وفي اشياء كثيرة مناطق كثيرة مشيولات البارك الحديقة شالوة وفي مبنى الساعة هذا كان مبنى ساعة بزنديرو ثلية كمليان الغاز شالو اللغز هنا تدري وش هو اللغز حرفيا ما في اللغز بالبداية بس اللي راح شغل الجنريتر ومش واللغز الثاني وش هنكتصال لحق القطار هذا اللغز بس غيرهن وشي حرفيا والله في مثلا قل الباب هذا مقفل حلو الباب هذا مقفل حلو المفتاح حينه راح يفتحه فتحنا الباب حلو ديسكارد بس خلاص انتهى انتهى اللعبة صراحة يطل عمر زي ما قلت هل هي سيئة وخياس لا يعني نظام القتال بقى حلو الرسم حلو الصوت حلو لما ان المساسي يبدي الاحق تصير حلوة وممتعة يعني متحفل القتال بايصير حلو مره ممتع بس هل زي ما قلت يعني حين ما تشوفها فترة طويلة ان الزومبي واحد ينون متون وبالي حين تحسن اللعبة تتحفزك انك تقاتل ولما تلعب بكارلوس الثاني هذا شخصية ثانية اللعبة حق تقلب حرفيا والله انه تقلب زينديفل سيكس تصير اكشن يعني حرفيا فيه جزء قدام باللعبة تقلب زومبي والله العليه العظيم هل هي سيئة يعني يقولك انه خياس لا خيبت املي بقوة يعني اكثر هذا اكثر من انه تصير شينة لو انه شينة اقول يا حاولوا بس لا خيبت ظني تحسنهم وشلون انهم انهم بنوع اللعبة سووا قل اوح انه تحسن الفكرة براس موش سووا اونلاين ثم انجاب حط ريميك رزينديفل 3 ريميك حق رزينديفل 3 خياس خياس ما يستاهل السعر كامل السعر له كان ما نصحك تاخذه 200 ريال او 60 دولار او ايا كان ما يستاهل الحقو على 20 دولار او بل كثير 25 غيره لا تشتريه راح يشتري رزينديفل 2 ريميك او راح العب رزينديفل 2 صدق والله احسن من هذي 100 مرة الصراحة انا ختمتها وتدين اليوم حملتها الحين الحين انا اليوم مفتحت للساعة 6 الظاهر و 7 حلو جت الساعة واحدة او واحدة و نص الظاهر الان موقع وقت تصير الفيديو هذا فالانطباعات فريش جديدة ختمت اللعبة يعني مرة قصيرة ويبوني يلعب أولاينهم انا قول كامل ما نبطبم بالأولاين حقه من الخياس لعبت البيرا حقه باختصار لعبت البيرا حقه و موجود للناس كلهم حلو فما حد تحمله وما حد تعب عمره ما حد رح يشتري رزينديفل 3 عشان يقول اوه ها بيلعب الأولاين حقهم لا انا ما شغلت عشان أولاين عشان قصة والقصة حقه تدل عمر 4 ساعة بس نص المناطق كثيرة رايحة عن اللعبة حارفين في مراطق كثار رايحة دي اعزلت هنقسم الشرطة هالمفروض مو بيروح له كارلوس هالمفروض يروح له جيل تروح له جيل ببداية بس لا شالو قالوا هاي بوح حط نميسيس يلاحك هنا وصلاح هالقيدك اللي قاهرني هالقيدك السكين اللي طعنت بقلبي نميسيس نميسيس ليش نميسيس خلوه بس واحد يلاحك فترة وبعده يختفي هذي الصراحة فتقدون تضح معكم اني انا ما احبيت مره الريميك خيب ظني اكثر من اني ما احبيته صراحة اشوفه مخيب امل وما يستاهل ابدا يعني 200 ريال يعني لقيته مستعمل خذه 70-80 ريال خذه يستاهل يعني لقيته تخفيض نفسك 70-80 او 20 دولار خذه منتب نادم بس سعر كامل لا من اخرتها ما تستاهل ابدا فكما اخوك عبد السلام يعطيكم 1000 عافية على المشاهدة وزي ما قلت الحين ببدا نزل تختيم ريزينت ايفل 3 مع برسونا مع برسونا برسونا 5 ريال 5 ريال تحملون تكفون لينا بتطور علي وانطباعي عنه يمكن ما نزله لبس ان ختمت اللعبة فبعت فترة طويلة يلا كما اخوك عبد السلام يعطيكم 1000 عافية على المشاهدة مع السلامة اشتركوا في القناة